عقدت فرنسا وألمانيا اجتماعاً افتراضياً في اليوم ذاته وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد الاجتماع الافتراضي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التنصط المنهجي الأمريكي على الحلفاء أمر غير مقبول وأن هذا الوضع بين دول الاتحاد الأوروبي غير مقبول بدرجة أكبر ليس هناك مجال للشك بيننا لهذا السبب نتوقع الوضوح التام لقد طلبنا من شركائنا دمارك والولايات المتحدة تقديم جميع المعلومات حول القضايا الذاتي صلة ونحن في انتظار هذه الإجابات قالت مريكل إن ألمانيا وفرنسا أجرتا اتصالات مع وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن قضية التجسس منذ فترة طويلة وإن موقف ألمانيا الذي يطالب الولايات المتحدة بتوضيحات بهذا الشأن لم يتغير أضافت أن الولايات المتحدة ستقوم بتقديم تفسير مبني على الثقة المتبادلة ما يتمئنني هو حقيقة أن حكومة دماركية ووزارة دفع دماركية أو تحت وجهات نظر بوضوح في هذا الشأن وفي هذا صدد أرى أن ذلك لا يسح أساس جيدا لتهدوح الحقاق فقط بل أساس جيد لإقامة علاقات الثقة